السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية أكل الكبدة في المنام ونبدأ برؤية معنى أكل الكبدة للرجل فأكل الكبدة في منام الرجل يدل على نيله منصب زو شأن وربما يدل أكل الكبدة المطبوخة في الحلم للرجل على نجاح عمله ومشاريعه أكل الكبدة النية في المنام للرجل تدل على مواجهة منافسين له في عمله أكل الكبدة المقلية للرجل يدل على خلافات في عمله وربما تدل رؤية أكل الكبدة المشوية في الحلم للرجل على سهولة كسب الأرباح رؤية أكل الكبدة المقطعة قطع صغيرة في المنام للرجل تدل على التزام وجديته بعمله أكل كبدة الخروف في المنام للرجل تدل على زواجه من امرأة صالحة أكل كبدة البقر في الحلم للرجل تدل على نيله مال من زوجته وربما دلت رؤية أكل كبدة دجاج للرجل على شراقة مربحة تفسير حلم أكل الكبدة للعزباء أكل الكبدة في منام العزباء يدل على بشارة زواق قريب لها أكل الكبدة المطبوخة للعزباء يدل على رزق ومال كثير أكل الكبدة الناية للعزباء يدل على موجتها مشاكل وهموم أكل الكبدة المقلية للعزباء يدل على تحقيق أمانيها وأكل الكبدة المشوية للعزباء يدل على استقرارها المادي من عمل يناسبها أكل الكبدة المقطعة للعزباء تدل على تحملها مسئولية أهلها أكل كبدة الخروف للعزباء تدل على تفوقها ونجاحها وأكل كبدة البقر للعزباء تدل على حصولها على مال كثير ورزق وربما دلت رؤية أكل كبدة الدجاج للعزباء على تقربها من شخص صالح تفسير رؤية أكل الكبدة في المنام للمتزوجة فأكل الكبدة للمتزوجة يدل على حملها القريب وأكل الكبدة المطبوخة للمتزوجة يدل على فرق قريب عليها وعلى عائلتها أما أكل الكبدة النية للمتزوجة يدل على عسيان وتمرض أولادها أكل الكبدة المقلية للمتزوجة يدل على خروجها من أزمة مادية ولو كانت الكبدة مشوية بيدل على ساعة العيش أكل الكبدة المقطعة للمتزوجة يدل على مساعدة زوجها في شؤون البيت تقطيع الكبدة للمتزوجة يدل على توزيع أموال على أبنائها من إرث أو مرابح وراء إذا رأت المتزوجة أنها تقطع الكبدة بالسكين فأنها تستعين بشخص لتصلح أحوال أبنائها المادية كبد الخروف للمتزوجة يدل على هنائها وتحسين أحوالها أكل كبدة الخروف للمتزوجة تدل على تربية أطفالها على الخلق السليم إذا شهادت المتزوجة في منامها أنها تشتري كبدة الخروف يدل على سعيها في تأمين أو تعيشها أكل كبدة البقر للمتزوجة تدل على حصولها على ميراس وربما دلت رؤية أكل كبدة الدجاج للمتزوجة على صلاح حلها تفسير رؤية أكل الكبدة للحامل أكل الكبدة للحامل يدل على فرحتها بالحمل هي وزوجها وبيدل أكل الكبدة المطبوخة على سعادتها بولادة طفلها بعد طول انتظار أما أكل الكبدة الناية تدل على تعرضها لوعقة صحية أيضا رؤية الكبدة للحامل من الرموز المبشرة لها بولادة سهلة وميسرة أكل الكبدة المقلية بيدل على راحتها بعد مواجهة تعب في الحمل أكل الكبدة المشوية للحامل تدل على سهولة ولادتها ونيلها الخير الوفير بعدها أكل الكبدة المقطعة للحامل دليل على رعايتها لزوجها أكل كبدة الخروف للحامل تدل على سلامة جننها وصحته الجيدة أكل كبدة البقر في الحلم للحامل تدل على حصول زوجها على رزق وربما دلت رؤية أكل كبدة الدجاج للحامل على الزرية الصالحة تفسير حلم أكل الكبدة للمطلقة فرؤية الكبدة في المنام للمطلقة تدل على جمعها المال والدخار وعلى البركة في العيشة والراحة النفسية أكل الكبدة للمطلقة يدل على زواجها القريب من شخص حافظ عليها ويسعدها إذا رأت المطلقة أنها تأكل الكبدة المشوية دليل على الرزق السهل المبارك تقطيع الكبدة النيا للمطلقة يدل على مطالبتها بمال من إرس أو تركة شخص ميت ليس من حقها وعندما تشاهد المطلقة أنها تقطع الكبدة بالسكين فأنها تستعيد بأحد لإنجاز أعمالها بخيرها وشرها حيث تقطيع الكبدة المشوية أو المطبوخة للمطلقة أفضل بالتأويل من تقطيع هنية كبدة الخروف للمطلقة تدل على تخلصها من أحزانها وهمومها وإذا رأت المرأة المطلقة أنها تأكل كبدة الدجاج دليل على نيلها السمعة الطيبة بين الناس أما إذا شهدت أنها تتناول كبدة البأر المطبوخة دليل على نيلها العلم والدين وإلى هنا تنتهى حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة